وفكينا البلوفر دول الحداشر بكرة فعليا ما خسرناش غير مثلا حاجة زي كده طبعا لان انا اللي عملت وانا اللي فكيته فما فيش يعني يهدر كتير طبعا اكيد حسيته بالفرق الالوان وقد قيل لنباهت مش واوي يعني زي ما انتو شايفينه في الصور فدلوقتي هنصبره وعشان نصبره لازم نحاول البكر ده لشلات ازاي كل بساطة هنجيب الخيط اهو ومن كوعي كده لحد ايدي وافضل الف بالطريقة المملة دي لحد ما اعمل شلة تمام بتتلف الشلات زي ما انتو شايفين وعشان نسبتها بنربطها مفروض ربطة البداية اهي مفروض اللي هنمسك منها واحنا بنسبغ البكرة فخليكو حرسين ان انتو متنسوهاش بعدين بقى بلف يا اما لفة واحدة طبعا بما ان الخيط مستعمل هو مزاجزج كده او ما يتبله هيتفرد تاني شايفين؟ يا بلف لفة واحدة كده يا بلف كذا لفة على البكرة خدوا بالكم اللفات دي هي لمش هيوصلها اللون فكل ما تقطروا عدد لفات كل ما اللون بتاعكم هيكون ايه؟ مش واخد في كل الشلة يعني فعلى حسب ما انتو عايزين تعشقوا الالوان اعملوا انا كده عملت اهو ثلاث لفات مثلا في الشلة بالمنظر ده كلهم بقى هيتحولوا لمنظر الكئيب ده وبعدين نكتدي نسبغ مع بعض اخلصهم بقى كلهم وارجعلكم مرة تاني كيف هي مال دماغ؟ ساعة قلبوه؟ قل ايه حالة خلاص كده دي ماء بخل اصلا تماما منخل الناس هذا رماض هذا العجم السلو ايه رماضي مش مشكلتي بقى انا عملت العلية انا قلت لك سبغة طبيعية انت قلتيني لقى استعقلت اصلا شكلك مايتفسرش رماضي انا قلت لك سبغة اضع هنا انت كنتش عايزه كده بحتان اصلا بالتاني وطبعا زي ما انتم شايفين الصوف علقته بالاسلوب ده حطيته على الغشبة دي ونشفته وخلاص مفوش اي حاجة وشايفين اللون اللي اخده كيوت زي ما انتم شايفين اللون اللي اخده طحفة طبعا هي صبغة صناعي مش صبغة اساسية يعني الصبغة الطبعية بتكون بالوان اكل يعني مش الوان الاكل اللي احنا نحطها في الاكل ولكن ممكن استخدم الكركم البنجر الشاي الكركديه الحاجات دي كلها بتديني الوان طحفة وصعب تطلع من الملابس وفي الوقت نفسه كمان بتديني الوان ثبتة والوان حلوة مفيش خالص اي حاجة من السبغة الصناعي او الوان الاكل ان انت طبعا مش تعرف تستخدميها او كده روحي على الوان القمش احلى حاجة وكلها بتتحط في مياه برده مفيش اي مشاكل مش مضطرة تغلي ولا تعملي ولا اي حاجة من الحركات دي كلها لفوهم وارجع لكم مرة تانية ترى زي ما انتم شايفين تجربتنا الحمدالله نجحت وصبغنا الخيط والبلوفر رجع تاني خيوط بس بلون مختلف كده فيديو النهاردة يكون خالص عرفنا ازاي نصبغ خيط ابيض يكون معاة او مستعمل من قبل عشان ندي له رونك خيط جديد وزي ما انتم شايفين من ده لده تغيير كبير والخيط كان عاطي على صفار وشكله قديم شوية وانت عافين الابيض بيبان فيه اي دفوهات سواء في الالوان سواء بقع سواء اي حاجة حتى لو اتعد من جديد بقى قديم كلام ده كله بيبان فيه عشان كده غيرنا لونه الفيديو جاي ان شاء الله هنبتدي نشتغل البلوفر او الخيط اللي عدناه بقى خلاص هنبتدي نشتغله قطعة رجالي طحفة برده مقاس اتنين اكس فجهزي خيطك وانتظريني الفيديو القادم هنعيد البلوفر ده للقطعة تانية تماما اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لو عجبكم احنا عمناه النهاردة لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات لان يوصلكم كل جديد وطبعوني على الفيس والانستاذ لو حبيت مع السلامة بي